نحو 15 مليار دولار هو حجم صدرات روسيا من الأسلحة عام 2020 رقم سمح لروسيا باستعادة وصفة الترتيب العالمي للدول المصدرة لسلاح بحسب الدراسة الجديدة لمحهد ستوكولم لأبحاث السلام على الرغم من المنافسة الشديدة من طرف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأونات الأخيرة روسيا وبكل ثقة تحتل المرتبة الثانية عالميا في تصدير السلاح بيانات محهد ستوكولم أشارت أن حصة روسيا هي 20% من إجمال السلاح المصدر في العالم إحصاءات شركة روس أبرونيكس بورت المصدرة للسلاح كشفت أن أكثر من 50% من صادرات الأسلحة الروسية في عام 2020 كانت من نصيب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تشكل عائقا كبيرا أمام روسيا في سوق السلاح السلاح الروسي يظهر اليوم كفاءة وفعلية عالية ناهيك أن الأسلحة الروسية تعد الأرخص والأسهل استعمالا من طرف القوات المسلحة للكثير من الجيوش ولهذا يحظى باهتمام الدول بهدف امتلاكه ويبدو أن قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة المعروف اختصارا بكاتسا لم يمنع موسكو من اقتحام السوق الأوروبية موقعة صفقة مع أنقرة لتوريد منظومة S400 صفقة كشفت أن التنافس في سوق السلاح بين روسيا والولايات المتحدة تخطى حدود المصالح الاقتصادية منظومة سواريخ S400 أثبتت فعاليتها وهي تحظى باهتمام دول كثيرة كالهند وتركيا شراء تركيا لهذه المنظومة أزعج كثيرا واشنطن وحلفائها وأظهر النوايا الجيو السياسية والتنافس غير النزية من طرفهم وتقف مجموعة من العوامل كالسعر وتكاليف الصيانة وراء إقبال الكثير من الدول على شراء سلاح روسي لكن موسكو لا تخفي أنها نجحت في الترويج لأسلحتها في الأزمة السورية من خلال تجريب جميع نماذج الأسلحة الروسية الحديثة في سوريا تسعى روسيا للحفاظ على مكانتها في الأسواق العالمية للسلاح كثاني أكبر مصد للسلاح في العالم في ظل منافسة شرسة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وفي ظل وجود قوانين تقيد من قدرة روسيا على تصدير السلاح يوسف بيقار الغداء موسكو ترجمة نانسي قنقر